قال موسى لربنا يا ربي خلقت آدم بيديك ونفقت فيه من روحك وأستث له ملائكتك وأدخلته الجنة وطفت عليه فكيف استطاع أن يؤذي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي إذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عبد قال حيما قال وهو ساجد قال أقول لبيك يا عبد قال موسى صيبة قالها وهو عاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يخوض لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الثورة قال موسى لربي يا ربي إني أرى مكتوبا في الصورة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت النقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الصعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بشعل سيئة فلم يسعلها وفركها من خجية الله كتبتها له حفلة اجعلهم أمتي يا ربي قال له الله يا موسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بشعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حفلة فإذا فعلها كتبت له حفلة حسنة إلى سبعمائة بعض اجعلهم أمتي يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد موسى يتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة التي شرفها الله بمحمد إنه قبل عبران وقف ذات يوم يحلي ببني إسرائيل صلاة الاسقار لينزل الله عليهم الماء من السماع بعدما اجزبوا وارضوا وخلى وفع من السلاح ولم ينزل الماء فقال موسى يا ربي صلينا ولم تنزل الماء قال له يا موسى إن فيكم عقدا عاصيا إن فيكم عقدا عاصيا فكان موسى وملي إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليحرد فلم يخرج أحد وقال موسى للمرة الثانية ونزل الماء قال موسى يا ربي فالليلة ولم يخرج الماء والنزل الماء قال يا موسى إن عاصيا قد تاب بيني وبينه وقلت طوبتها ولم يذكت موسى وكان لموسى مع الله ذلالي فقال يا رب أريد أن أعطينا الخوى ذلك الذي كان عاصيا قال له يا موسى إذا كنت فترثه وهو عاصم فكيف أفضحه بعدما تاب إليه موسى 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 شكرا